أوروبا وليس الشرق الأوسط ولا آسيا ولا أفريقيا حيث النزاعات والحروب هنا حيث عاش السكان آمنين منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية هذه بلغورد على الحدود الروسية الأوكرانية هاجر غالبية سكانها الذين عاشوا عقودا من الزمن بروابط عائلية جمعتهم بوحدة الدم والثقافة مع جيرانهم في القرى والمدن الأوكرانية المقابلة يفصلهم سياج بسيط فقط هذا السياج لم يعد كذلك فقد فرقتهم قذائف الحروب ونيران المعارك وقسمت المكان إلى شرق وغر لقد أضعفوا الاتحاد السوفيتي ومن ثم فككوه هذا درس لنا اليوم لحماية بلدنا روسيا ترى أن الأراضي التي خلف السياج تشكل خطرا على أمنها القومي وترى فيها قاعدة لجيوش الغرب والناتو الذي تتهمه بالطمع في أراضيها ولا تحبذ وجود دولة ديمقراطية رئيسها كان ممثلا وتخشى من تغلل تلك الأفكار عبر السياج من هم وراء السياج من الأوكرانيين؟ يرون جارهم الأكبر طامعا غازيا يريد ابتلاع أرضهم وأحياء أمبراطوريته على حساب وجودهم وثقافتهم فتشبسوا بالدفاع عنها حتى لو كان على حساب جيران الأمس وأصدقائه وبينما تستمر المعارك على طرفي السياج يدور سؤال في أذهان كثيرين حول بقاء السياج مكانه أو توسعه شرقا على حساب الغرب أو حدوث العكس تتخذ قرارات الحرب والسلم في أماكن أبعد ما تكون عن سكان هذه المدن ومن يدفع فاتورة الحرب هم السكان البسطاء الذين لم يستشرهم أحد فراس مارديني الحرة ترجمة نانسي قنقر